سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم في هذا المكان المناخ حار بشكل مفرط ورطب للغاية طوال السنة يدوم الصيف في قطر تسعة أشهر ثلاثة منها تدفعك إلى أقصى حدود تحملك يصل متوسط درجة الحرارة السنوية إلى ثلاثين درجة مئوية والتي تعتبر طبيعية لحد الأهن خلال النهار يختبر السكان درجة حرارة تصل إلى خمس وخمسين درجة مئوية وهي كافية لطهي بيضة فوق صندوق السيارة خلال أشهر الصيف لا تعرف المنطقة أي تتساقطات إذ يعتبر سقوط بعض الزخات المطرية أشبه بالمعجزة إذا كان هناك ما يميز مناخ قطر فهو طول عدد ساعات سطوع الشمس والهواء الساخن والعواصف الرملية المزعجة التي قد تدوم عدة أيام والتي تجعل الرؤية حولها منعدمة حيث تزداد الحرارة لتصل أقصاها بفعل الرطوبة كما تؤدي الرياح الجافة بدورها إلى الإحساس الشديد بالحرارة لكنه بفضل القوة الاقتصادية الهائلة لهذا البلد تمكنت حكومته من تطوير تكنولوجيات قادرة على حماية مواطنها من الوفاة بسبب الحرارة فأغلب البنايات والمنازل في دولة قطر تتوفر على مكيفات هوائية كذلك بعض المرافق العمومية كملعب كرة القدم وقطارات المترو والحافلات ومحطاتها لكن أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا هو هذا المشروع الاستثنائي الذي يهدف إلى خلق سحب اصطناعية بغرض حجب أشعة الشمس وتلطيف الجو بدون شك هذا الاختراع يعتبر نقطة تحول بين الماضي والمستقبل في تاريخ التكنولوجيا العالمية إننا نتحدث عن سحب ميكانيكية مصنوعة من الكربون والتي يضخ بداخلها غاز الهيليوم لكي تطفوه وتتجول فوق المدن بواسطة محركات تعمل بالطاقة الشمسية هنا يبدأ السحر حيث إنها تبقى معلقة في الهواء مثل الهيليكوبتر ويتم التحكم فيها عن بعد ويتغير مكانها وفقا لمصار الشمس كل هذا يعمل بهدف التخفيف من درجة الحرارة بفضل هذا الاختراع يمكن خفض درجة الحرارة لغاية العشرين درجة مئوية إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم